دكتور عدنان كثير من التساؤلات عن هذا القانون ناس تقول يشمننا ناس تقول ما يشمننا ناس تقول احنا موظفين ونعمل مقطع عام عفوا خاص نقدر نظيف خدمتنا باي الحال اذا نظيف خدمتنا راح نحبر نسن القانون للوظيفة ونطلع تقاعد كثير من تساؤلات القانون يخدم شريحة كبيرة جدا من الكسبة لكن اريد توضيح اكثر العمل حق لكل العراقيين بما يضمن انهم حياة كريمة هذا الدستور اللي كفر لكن شن رأي القانون بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة تحية لك عزيزنا وضيفك العزيز انا اعتقد اليوم هو هذا القانون هو تعديل القوانين كما يعلم الاستاذ هي تعديل القانون وتعديل القوانين القديمة كان فعلا خالية من اي جوهر من جوهر التنفيذ الحقيقي اللي يشكي منها الاموال او القطاع الخاص بشكل عام لن يكون هناك تطبيق فعلي لن تكون هناك امتيازات ايضا لن تكون هناك طبيعة من التنسيق بين الحكومة وبين القطاع الخاص لعل اسباب عديدة تقف خف هذا الموضوع لذلك انا اعتبر هذا القانون انجاز وهذا تعديل القانون هو انجاز كبير لانه يشمل تقريبا اكثر من خمس ملايين يعني يعملون في القطاع الخاص وهذا عدد كبير من الاشخاص اللي يتمارسون عملهم في القطاع الخاص على مختلف الفعاليات والاتجاهات فلذلك انا اعتقد اليوم نحن امام تطور جديد هذا التطور الجديد سيساعد على تحسين الوضع الاجتماعي بشكل عام سيساوي في وضع النفسي للاشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص والذين يتوقعون انه يطردون من عملهم او لا تضاف قدمتهم او عندما يكبر ليس هناك له اي راتب هذا التوفير الجوي النفسي والاجتماعي سيخرج حالة من الاستقرار المجتمعي وسيخرج حالة من المساواة بين المواطنين سواء كان في القطاع الحكومي او القطاع الخاص وايضا سيخفف الضغط على القطاع الحكومي لان تعرف اليوم هناك بعض القطاعات الخاصة لواتبها مزية وامورها كانت تكون جيدة ولكنها تفتقد الى مسأة انه كيف يمكن لهذا الشخص بعد التقاعد ان يستمر راتبه او يستمر راتب التقاعد على الاقل تقدير فاذا نحن امام تطور اعتقد ما حصل بعد 2003 اي قانون يعالج هذه المشكلة مثل ما عالجه هذه التعديلات في القانون اما بالنسبة لحيثيات القانون ومواده تدري هو 111 مادة والمئة والدعش مادة عالجت الكثير من الامور اللي تخص المتقاعدين من القطاع الخاص وكيفية التعاون من اجل توفير امكانية ان يدفع قسم من راتبه او رسومه او الشركة تدفع قسم منه وعقوبة تدفع منه حتى يستطيع ان يكمن مسيرته بعض الامور ماذا سيطر علي انا بس اردفهم نقطة مهمة جدا انا سأل المواطن البسيط او العامل البسيط او الكاسب البسيط يقول لك انا ابيع انا شغل عماله خلني اشرح يعني اجي عامل بناء شرحي يومي تشقد العامل خنقوله 15000 والخلف يقوله 50 او هو 25000 اهنا شرحي يسترب بها شوف اولا ادنى يعرف الاستاذ وقد يكون هو اكثر تفصيلا من هاي المسائل ادنى شركات ومؤسسات يعمل فيها القطاع الخاص بهذه العناوين شكرا